نبدأ على طول بسرعة كده بنتكلم في مطش يعني المفروض التفاصيل الفنية تبقى أكتر ولكن أحداث كتيرة من وقت مباراة يوم الحد موقف المباراة بشكل عام قلت لسه بأكد بنشوال مباراة في موعدها مفيش كلام على تأجيل ولا تغيير على أي حاجة فريتين بيستعده أي كلام بيتقال في السوشيال ميديا أو في المواقع هو كلام اجتهادات ولكن على المستوى الرسمي المطش في معد وفيش حاجة اسمها تأجيل معلوماتك ولو عندك تفاصيل في استعداد الأهل والزمانك صحيح هو المباراة يعني بتشهد أحداث صخبة لكن خلالنا نبدأ داما بمعلومة زيما أنت بتحب المعلومات اللجنة المنظمة للبطولة كأس السوبر المصري اللجنة مشتركة بين الجانب الإمارات والجانب المصري بشكل أو بآخر لكن مجلس أبوظابي الرياضي هو اللي بيدير الموضوع بشكل كبير جدا كل الاستعداد في الساعات الأخيرة مجلس أبوظابي بيؤكد لكل أطراف أن المواتشف موعده ده رقم واحد في طاقم التحكيم ما فيش فيه أي تعديل ده رقم اثنين رقم تلاتة الاستعداد في البس الفضائي وما إلى ذلك ده أمور مهمة جدا مجلس أبوظابي بيؤكد للناس هناك أن المواتشف موعده كل ده بيؤكد لك أنه زي ما أنت بتقول فكرة التأجيل هو مجرد كلام خرج من نادي الزمانك بطلب التأجيل بشكل ودي ما طلعش حتى بشكل رسمي مجلس أبوظابي أو اللجنة المنظمة أو الجالب المصري متمثل في اتحاد القرى المصري لم يناقش أي فكرة بناء الأساس بخصوص تأجيل المباراة حتى هذه اللحظة هو مش منطقي كمان طبعا مع الشايف فيه موضوع يستدقى أصلا تأجيل بالضبط ومين هيسمح بكده مين هيسمح بفكرة التأجيل من عدمه يعني لكن احنا قدام لحظة تاريخية سلبية التاريخ يا محمد طوال تاريخ الرياضة في العالم أو في مصر فيها أحداث كتير جد والتاريخ بيسجلها سواء سلب أو إيجاب لأنه بعض الناس طبعا منقول لحظة تاريخية ده معناه نحن بمجد في اللحظة مجد بالتاريخية دي حاجة كبير حاجة كويس مش كل لحظة تاريخية بتحمل المعنى الطيب للأسف الشديد نحن أمام لحظة تاريخية سلبية لأنه ماتش زي ده العالم كله بتابعه وأنا بقصد العالم كله أقصد المعنى بالمناسبة لأنه جاليات عربية في كل ألحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها لا عارفين الأهل والزمالك وقيمت الأهل والزمالك وماكنت الأهل والزمالك وبالتالي الماتش بياخد أبعاد أخرى لما إحنا أمام ماتش بهذا الحجم موازيل القيمة يصاحبه كل هذا الصخب كل هذه الأحداث اللي خارج المسطل الأخضر وفكرة محاكمة أو نيابة أو تعدي أو ما لذلك نحن أمام لحظة مكنتش أبدا أحب نحن نقشة وعلى فكرة أنا ضد أي فكرة تريعة لأنه اللحظة فعلا لحظة مؤلمة هتقولي ليه أقولك ببساطة شديدة لا الصورة مش حلوة صورة القرى المصرية مش قوية الأخو هناك حتى قدرس متواصل مع بعض الأصدقاء هناك في الأمارات حتى كمان الجنسيات الأخرى بتتكلم بشكل في صدمة أولا في استغراب واندهاش مما يحدث وده بأكد لك لا أن الموضوع مش قليل أتمنى أن الساعة الأخيرة اللي جاية دي تشهد هدوء نسبي القانون طبعا هياخد مجراف في الجانب الأماراتي لكن المغراء أتمنى أن تعدي لبار الإيمان وده أمر مهم جدا من جزينا كلنا